تطور خطير في الحالة الوبائية بمدن شمال الضفة الغربية وتحديدا بمدينة نابلس بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا محافظ نابلس قرر إغلاق مدارس بلدة نصارية شرق المدينة في ظل انتشار الفيروس بالبلدة بعد تسجيل 21 إصابة نشطة فيما سجلت نابلس وحدها 188 إصابة جديدة واضح جدا نحن في موجة جديدة في كل الوطن حافظة نابلس قد يكون هي الأعلى في عدد الإصابات للأسف بعد الإحصائيات وجدنا أنه 80% من المصابين هم أناس غير متعامين وهذا أمر يعني يجعو إلى القلق بشكل يعني غير عادي ويجب وضع النقاط على الحروف الشارع الفلسطيني يبدو محبطا وقلقا من عودة الحديث عن محاربة فيروس كورونا في الوقت الذي تغيب الوسائل الوقائية عن مشاهد الاقتضاد في الأسواق والساحات العامة يقول البعض إن فاتورة الحالة الوبائية حملت انعكاسات اقتصادية جمى نحو الإفلاس والديون للعديد من التجار من شهرين وجاها يرجع الاقتصادين تعاش هلا بيضا يرد باعتبار أنه يوقف الاقتصاد تعناه لساحة الضفة بشكل عام لأن الأعداد ازدادت فوق طاقتها يعني كنا من شهرين وثلاثة نعيد عاشة خمسة ثنين ثلاثة مش من أسبوع عشر تيام صرنا نعيد بالعشرات هاي اليوم 180 إصابة اليوم لحاله وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم حالة وفا ونحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية يخشى الجميع توسع رقعة الإجراءات الوبائية المحدودة لتصبح شاملة جغرافية فهذا التطور في الحالة الوبائية يعني إذا ما استمر في حالة الصعود العودة إلى مربع الإغلاق الشامل خالد ابديق ناتو الغد نابلس اشتركوا في القناة